بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا رب إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا مشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات أينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله ويسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى لنواصل معكم شرح وبيان ما جاء في موطأ إمامنا مالك عليه رحمة الله تعالى ولا يزال الحديث متواصلا إن شاء الله تعالى في كتاب الموارث والفرائض ومع مراث الإخوة الأشقاء عنوان له الإمام رحمه الله تعالى باب مراث الإخوة للأبي والأم وقد قلنا بأن الإخوة للأبي والأم يريثون في حالة عدم موجود الفرع الوارث الذكر يعني إذا كان الميت ترك فرعا وارثا سواء ذكر أو أنثى فإنهم لا يريثون مع الذكر ولكنهم يريثون مع الأنثى يريثون بالتعصيب وكذلك لا يريثون مع وجود الأب وأما الجد فإنهم يقتسمون معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى يريثون معه ولا يحجبون به وأيضا قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فإن لم يفضل شيء فلا شيء له يعني في هذه الحالة يكونون معصبين فإن بقي شيء من بعد أصحاب الفرائض فيريثونه وإن لم يبقى فلا شيء له وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أب أبا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأبي والأم النصف يعني هنا بدأ يفصل في مراث الأخت الشقيقة الواحدة إذا فردت تأخذ النصف ولكن في حالة ماذا؟ حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى وحالة عدم وجود الأب وحالة عدم وجود الجد فإنه يفرض للأخت الواحدة للأبي والأم النصف فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأبي والأم يعني فرض لهما الثلثان يعني فالأخت الشقيقة إذا تعددت إذا انفرضت تأخذ النصف وإذا تعددت تأخذ الثلثين والتعدد المقصود به هنا الجمع مطلقا اثنين فصاعدا يعني الجمع في المراث يطلق على الاثنين بخلاف اللغة عندنا المفرد والمثنى والجمع فإن كان معهم أخ ذكر يعني إذا كان مع الأخت الشقيقة أو مع الأخوات الشقيقة ذكر أخ شقيق فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك يعني فهنا ينتقل مراثها من الفرض إلى التعصيب لوجود هذا الأخ الشقيق وسواء كانت هذه أخت الشقيقة واحدة أو أكانت أخوات شقيقات فإنه يعصبهن ثم قال ويبدأ بمن شاركهم بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم دائما نبدأ بأصحاب الفرائض أولا في هذه الحالة الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات ما دمنا يرثنا بالتعصيب مع الأخ الشقيق فإنهن يؤخرن لأجل هذا فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأبي والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم أي مع الإخوة لأم في ثلثهم يعني ذكر الإمام هنا مسألة شاذة خاصة يعني لا يرث فيها الإخوة الأشقاء شيئا لأنه لا يبقى لهم شيء بعد الفرائض وهي المسألة المعروفة بالمسألة الحمارية يعني فيها زوج وأب زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم فهنا يأخذ الزوج النصف والأم تأخذ السلس والإخوة لأم الثلث ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فهنا جاءوا واشتكوا إلى أمير المؤمنين ففورض لهم بالقسمة مع الإخوة لأم يريثون معهم الثلث يقتسمونه لأنهم جاءوا بحجة وقالوا نحن أقرب إلى الميت منهم هب أن أبانا كان حمارا في اليم أفلا نريث من جهة أمنا يعني فكانوا يريثون كما يريث الإخوة لأم على الأقل وهم أقرب إلى الميت فهم يدلون من الجهتين فلذلك شركهم في الثلث إذن هي زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم فهنا يريث الزوج النصف ويرث وتريث الأم السدس والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء يقتسمون الثلث لأنها مستغرقة نعم فقال هنا في هذه الحالة فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأبي والأم للذكر مثل حظ الأنثين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فإن لم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بني الأبي والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يعني المقصود هنا يرثون مثل ما يرثوا الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخنا وخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فلذلك شاركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه نعم ثم ذكر باب مراث الإخوة للأب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن مراث الإخوة للأبي إذا لم يكن معهم أحد من بني الأبي والأم كمنزلة الإخوة للأبي والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم أو أنثاهم كأنثاهم يعني فمراث الإخوة للأب الذين يدلون إلى المية من جهة الأب فقط هو مثل مراث الإخوة الأشقاء في حالة عدم وجود الإخوة الأشقاء يعني يريثون إذا كانت الواحدة منهن منفردة وليس معها من يحجبها كالأبي والفرعي الذكر والأنثى كذلك فإنها تريث النصف وإن تعددت فلهن ثلثا وإن كان معهما أو كان معها أخ شقيق فإنقلها من الفرض إلى التعصيب إلا أنهم قال لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شاركهم فيها بني الأبي والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك إلا في المسألة التي ذكرناها وهي المسألة الحمارية زوج وأم وإخوة لأم فهنا لو كان مع الإخوة لأب فإنهم لا يشتركون معهم لا يشتركون مع الإخوة لأم بعكس الإخوة الأشقاء كما ذكرنا فإنهم يشركون أو يشركون الإخوة لأم لأنهم يدلون من جهة الأم كذلك فريثون من جهة أمهم نعم قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأبي والأم والإخوة للأبي فكان في بني الأبي والأم ذكر فلا مراثة لأحد من بني الأبي وإن لم يكن بني الأبي والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأبي والأم النصف ويفرض للأخوات أو الأخت الشقيقة عفوا الأخوات لأبي السدس تتمت للثلثين فإن كان مع الأخوات للأبي ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسمات يعني فالأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فإن الأخت لأب تريث معها السدس تكملة للثلثين وكذلك إذا كان أخوات لأب تعددنا فإنهن يأخذنا السدس مع الشقيقة تكملة للثلثين نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدارين وإلى أن نلتقي بكم مرات أخرى استودعكم الله وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله